الأهلي بيستعد بالتأكيد لمواجهة الزمالك غدا في مباراة همه جدا في مشوار الدوري العام ثلاث نقاط مهمة جدا لفريق النادي الأهلي في إطار المنافسة واللحاق بركب الصدارة في الفترة القادمة في ظل عديد من المباريات المؤجلة للنادي الأهلي في ثلاث مباريات مؤجلة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية ولكن بالإضافة إلى مباريات الدور الثاني اللي ما تلعبش منه إلى عدد مباريات قليل جدا لأنه كمان فيه مباراة مؤجلة من الدور الثاني غير الدور الأول فيه برنامج حطوا مرس الكولر بعد مواجهة الدخلية لالي لعب مع الدخلية مولجمعة وماتش التلات مع الزمالك بقرة أكيد كان فيه استعداد وبرنامج معين كولر عمل إيه؟ اتمرن يوم السبت ادى راحة للفريق بالأمس يوم الحد والنهاردة فيه تدريب مسائي أعتقد بعد أقل من ساعة والختام والدخول في معسكر مغلق والمباراة بكرة إن شاء الله كل التركيز وكل التفاصيل جوه الفريق على ماتش القمة كل الأمور الجانبية اللي موجودة على الساحة وفي المنظومة وعى السوشيال ميديا محدش بيتكلم فيها أصلا عندنا ماتش بثلاث نقاط تسعين دقيقة هنلعب يبقى كويس مفيش مباراة كده كده الأهل بيركز في مشواره سلاث نقاط مهمة جدا ويفكر بعدها على طول في المباراة التانية اللي هتتلاحب بعدها بتلاث أيام طيب هل برنامج الفريق اتأثر بأي تفاصيل مثارة على السوشيال ميديا أو في الساحة الرياضية؟ اطلاقا حتى برنامج الفريق بقرة في فندوق الإقامة؟ أو مش من بقرة ده من النهاردة بعد المرانة على طول الفريق هيروح القتيلة هيبقى فيه معسكر مغلق لمدة 24 ساعة معد العشاء الساعة كان تم تحديده معد المحاضرة في محاضرة النهاردة مسائية تم تحديدها حتى الهايلايتس الخاص بفريق نادي الزمالك ونقاط الإيجابية ونقاط الضعف كل ده الجهاز الفني بيشتغل عليه ويشتغل عليه في التدريبات وحتى في المحاضرات اللي هتبقى النهاردة واللي هتبقى دلوقتي قبل التدريب واللي هتبقى بقرة كمان قبل التحرك لستاد القاهرة فمفيش حاجة الاهل تأثر بها نتيجة الظروف اللي انتوا اكيد بتسمعوها وبتشوفوها على مدار اكتر من حوالي خمس ست ايام بقرة برضو برنامج الفريق معروف في طار الساعة كذا في غدا متحدد معاده التحرك لستاد القاهرة هيكون امتى المباراة وانطلقتها واكيد هيبقى تاقم تحكيم اسباني لادارة هذا اللقاء كل ده لم يتأثر باي شيء مما تم الالان عنه في الفترة الاخيرة وبالتالي الامور كلها بشكل عادي جدا والتفاصيل كلها فيها تركيز كبير جدا عشان مباراة بكر طيب ايه هي بقى التفاصيل وايه هي الكواليس ده بقى نروح نسمعه دلوقتي ونشوفه من خلال زي منا فاروق صلاح المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة عشان نطمئن من خلاله على كل التفاصيل اللي بتاكد نعرفها من خلاله لانه عايش في الاحداث وعايش في كل الاجواء حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة مساء الفل يا فاروق برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين يا مشاهدي ومتابعة شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يعني يا محمد اعتقد انت من وجه نظري انت في دقائق بسيطة استعراض التفاصيل والكواليس الخاصة بهذه المباراة بالفعل يا محمد خلينا اخد النقطة والاهم في كلامك اللي انت قلتها الاهلي لم يتأثر تماما باي كلام يصار حول مباراة الاهلي والزمالك كل ما يصار خارج ملعب مختار التتش ده حاجة تانية واللي بيدور داخل ملعب مختار التتش هو استعداد عادل اي مباراة في الدوري سواء اللي موجود فريق الزمالك موجود فارقه موجود البلدية موجود الداخلية اي فرق ايا كان اللي موجود النادي الاهلي في اطار استعداده لكن في امور بتبقى يعني خاصة فنية شوية محمد بمباراة الزمالك يعني بالامس مستر مارس الكولر كان منح اللاعبين راحة 24 ساعة طبعا بعد المباراة الاهلي الاخير امام الداخلية خلينا اقول لك محمد استعدادات النادي الاهلي لذي المباراة الزمالك كان بعد مباراة الداخلية ادى الفريق تدريب طبعا كان منه جانب الاستشفاء للعيبة اللي لابت مباراة الداخلية وادى تدريب لمجموعة اللاعبين اللي مشاركتش في مباراة الداخلية خلينا اقول لك واكد لك جاهزية وسامة ابو علي اللي شارك في التدريب الجماعي يعني اول امس بالكامل وخلينا اكد لك جاهزيته لذي المباراة من الامام النادي الازمالك مستر مارس الكولر منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة النهاردة طبعا التدريب يكون في تمام الساعة الاسادسة يعني بالامس مستر مارس الكولر عكف محمد في فترة الراحة والاجازة اذا ما احنا بنقول هي بتبقى راحة والاجازة بالنسبة للعبين لكن مستر مارس الكولر تحضيره الفني الجلسات اللي جمعت مابينه مابين ياسين المكاري ودكتور خالد الجوادي المترجم للنادي الآلي للوقوف على التفاصيل الخاصة بازيل مباراة نقاط القوة والضعف في نادي الزمالك بعض الكلمات محمد او بعض الامور اللي كانت بتقول ان مستر مارس الكولر او يعني بيقترح او شايف ان ممكن في حالة عدم حضور نادي الزمالك ان تبقى فيه مباراة وديق اعتقد الكلام ده غير صحيح مستر مارس الكولر مجاهز اللاعبين زهنه وكل الامور اللي جوه النادي الآلي ان فيه مباراة بكرة نادي الزمالك موجود اعتقد كل الامور دي تحضيره لزيء للمباراة اليوم التدريب النهاردة طبعا يكون التدريب الفريق هينطالك في تمام الساعة السادسة عقب المراني محمد الفريق هيدخل طبعا فيه معسكر مغلق في احد الفنادق القريبة من استادة للقايرة علشان يبدأ يوم واحد الاعتياد غدا بإذن الله سواء فيه وجبة الافطار اللي هكون في تمام الساعة للعشرة ثم طبعا فترة التدريبات الخفيفة اللي بيكون في مقر قامة الفريق ثم طبعا وجبة الغداية ومنسمى ايضا المحاضرة الفنية اللي بيكون من خلالها مستر مارس الكولر بيأكد على التشكيل اللي هيلعب به المباراة ودي طبعا محمد بتبقى من النقاط المهمة يعني تدريبات محمد التدريب هينطالك في تمام الساعة السادسة قبلية يكون طبعا فيه محاضرة مستر مارس الكولر مع اللعبين بيطلب من اللعيبة في المحاضرة ايه اللي هو طلبه في المباراة من الجانب الفنية والجانب الخططية خلال التدريب ده محمد او التقسيم الاخيرة ما بتبقاش عارف مين ال 11 لعب اللي هيبدأوا وده الامر اللي بنأكد عليه اي 11 لعب هيبدأوا المباراة بيبقوا عارفين من خلال المحاضرة الفنية اللي بتكون يعني في مقر قامة الفريق قبل التحرك الى ملعب المباراة مستر مارس الكولر الجاهزية اللي عنده كل اللعبين اعتقد الناد لعلي بالقوة الضربة ان شاء الله جاهز لمواجهة الزمالك غدا بإذن الله وتحقيق الانتصار والاستكمال للمشوار في بطولة الدوري والحفاظ على درع الدوري بإذن الله طبعا يا محمد انا موجود معاك اي استفسار اي تزاو ممتاز جدا يا فارو انت بصراحة يعني جاوبت على كافة الاسئلة والاستفسارات اللي ممكن نوجهها لك ولكن انا معتد منك دايما بيبقى عندك معلومات او اخبار خاصة بنسمحها من خلالك هل عندك جديد تكلمت على وسام ابو علي وتكلمت على فكرة من الاهل بكرة عنده مباراة فكرة ان يلعب تراي مطش لو المطش كذا كل التفاصيل دي اكيد انت خلاص حسمتها ناتجة ان كان فيه كلام كتير على السوشيال ميديا هل فيه جديد في موضوع بيرستاو هل فيه جديد في مسألة ان فيه لعبة ممكن كولر يريحة من المطش ده زي ما عامل مطش الداخلية ولا القيمة كلها ممكن تكون في معسكر مساء اليوم قبل مباراة بكرة يعني بالنسبة لبيرستاوة محمد خليني طبعا ده هيتحدد النهاردة من التدريب الاخير النهاردة للنادي القالي هل ياخد جزء من التدريب الجماعي لكن يعني ايا في كل في كل الاحوال سواء خد جزء من التدريب الجماعي اعتقد فرص يعني الحاقب المباراة غدا هتبقى من الامور اللي صعبة شوية بالنسبة لمستر مارسل كولر مستر مارسل كولر طبعا بيفضل ان اللعيب يكون خد 3 او 4 تدريبات في التدريب الجماعي قبل طبعا يدخوله في اللقائمة طبعا اكيد امحمد تعرف سياسة الروتيشن اللي بعملها مستر مارسل كولر طاقت طبعا يعني فيه لعيبة رايحها المباراة الماضية ابرزهم كابتن وقائد الفريق محمد الشناوي اللي خنيني برضو محمد على نفس الصياق اقولك انه عقد جلسة مع اللعبين ودي يعني طبعا من الجلسات المهمة جدا اللي محمد الشناوي دائما بيعقدها مع اللعبين سواء عقد الجلسة دي مع اللعبين في مباراة قبل مباراة الزهاب امام الترجي في تونس عقد اكثر من جلسة مع اللعبين وايضا في مباراة القياب عقد اكثر من جلسة مع اللعبين كلم كابتن محمد الشناوي ايضا مع اللعبين ودور كابتن فريق النادي الآلي مش عايزين نفرق دماجنا خالص لأي كلام او ان دماجنا تتطرق لأي حديث عن المباراة تتلعب اقول او مش تتلعب احنا عندنا مباراة ساعة سبعة في ستادل القائرة مهم جدا عارفين أهمية المباراة بالنسبة لنا كلاعبين وأهميتها بالنسبة لجمهور النادي الآلي كلم أيضا أو اللعبين يتكلموا على مباراة الدور الأول وعزيمة النادي الآلي وشوفنا طبعا تأثيرها على الجمهور تقب مش أقول يا محمد هي مباراة للعبة لعبة النادي الآلي مستنية أو جمهور النادي الآلي مستنية لكن هي مباراة بسلاس نقاط خليني طبعا أقول لك على نفس الصياق زي ما قلت لك أن برسيته أعتقد فرص لحاقب المباراة تبقى من الأمور الصعبة لكن وسامع أبو علي بأكد لجازيته أعتقد قيمة الفريلة زياء المباراة تشهد عودة بعض اللعبين اللي غابوا عن المباراة الأخيرة للنادي الآلي أعتقد يا محمد النهاردة مستر مارسل كولر عشان يحدد القيمة أو يختار 11 لعبة أعتقد من الأمور اللي صعبة جدا لجازية كافة لعبة للنادي الآلي اللي أعتقد أي 11 لعبة يكون موجود في هذه المباراة إن شاء الله يكون قادر على تحقيق الانتصار ويتحقيق ثلاث نقاط للنادي الآلي في هذه المباراة آخر سؤال يا فاروق عمر كمال عبد الواحد ممكن يكون متواجد في القيمة ولا برضه يبقى في صعوبة نتيجة الإصابة العضلية اللي لحقت به في المباراة الأخيرة يعني أعتقد برضه محمد ده بقى يعني تقدر تقول يعني من اللي احنا شايفينه أنه التدريب الأخير طبعا ما شاركش فيه وبالتالي النهاردة ممكن ما ياخدش جزء في التدريب الجماعة أعتقد برضه فرص عمر كمال عبد الواحد هتبقى صعبة جدا فيه لحاق بهذه المباراة زي ما أكدتلك على أمر مهم جدا المستر بارسل كولر علشان يدي اللعيب أو يدخل اللعيب القيمة لازم يكون أدى تدريبين أو ثلاث تدريبات كاملة فيه لتدريبات الجماعية فدي تقدر تقول من الأمور الصعبة جدا ممكن يكون فرص لحاق عمر كمال عبد الواحد بهذه المباراة لكن في نفس الوقت أنت عندك لعيبة كتير جدا سواء كريم فؤاد عندك محمداني عندك أكرم توفيه عندك أحمد نبيل كوكا عندك كافة لعيب للنادي الآلي سواء اللي يلعبه على مركز الزهير الآيمن أو مركز الزهير الآيسر أيضا الوفرة اللي عند النادي الآلي في خط وسط للنادي الآلي وخط وجوم للنادي الآلي عودة وسامة أبو علي تده قوة للنادي الآلي لكن زي ما أبأكد لك محمد أن مستر مارسل كولر دايما اللعيب اللي بيبقى يعني رجع من إصابة أو اللي بيبقى فترة تأهيل علشان ينزل أو يخش قيمة المباراة يكون واخد ثلاث تدريبات جمعية شارك فيهم بشكل كامل طبعا دي كلها بتبقى طبعا بالتنسيم مع رئيس الجهاز الطب الدكتور أحمد داجاب الله اللي بيجهزه اللعيب من الناحية للطبية ويتبقى الأمر للعقية الفنية المستر مارسل كولر في الدفع به في المباراة من عدمها ولكن زي ما أبأكد لك محمد يعني قال حاجة أن اللعيب يكون شارك في ثلاث تدريبات من خلال التدريبات الجمعية مع فريق النادي الآلي